السلام عليكم ورحمة الله في هذه وزقاتي نحتاج جوج بيضات نحتفظ أصفر البيض والإناء الآخر نستطيع البيضة الأخرى وأبيض البيضة نحتاج أيضا نسكس سندة نسكس زيت ملعقة كبيرة العسل و ملعقة كبيرة زبدة كذلك نحتاج ملعقة كبيرة النشا و ملعقة صغيرة مبتلة القشور ليمون و ملعقة كبيرة شوكولة نحتاج كذلك المرشم خمرة ثمانية جرام نحتاج النصف نستعمل أربعة جرام فقط نقسمها على الجوج نخلط هاد لقعتو دينا نبدأ و ندروا البيض يعني عندي هنا بيضة و بايد البيض ندروا البيض نزيد نزيدوا سندة نصف كأس العبار بحل دائما بالكأس دي العنبة عندي هنا نصف كأس دي الزيت نصف كأس و غادي ندير العسل نجيب المعلقة باش غادي ندير العسل يعني ملعقة كبيرة دي العسل ما تفوتوهاش باش الحلوة ديالها كتجي هي هادك كتجي متساوية هي هادك كتجيناش حلوة بزاف و ما كتجيش مستوسها و ما دقي ديالها يعني كي جي هو هادك ما نحاولو ما نفوتوش ملعقة كبيرة فقط من العسل يعني القوام ديال هاد اللي قاتو هادا موجود في اي بيت قوامو يعني كاينين حاضرين وشي شي حاجة لمعقدة كنخلطو هادشي هادا هكام زيان بتطرب اليدوي كنخلطو داق البيض مع ساندة مع الزيز ونحاولو ندوبو ديك ساندة تبناء مع هاد العناصر هادو حسنحصلو لهو حد الخاليط يعني اللي متجانس مزيان كنطربو مزيان تنتأكدو ان ديك ساندة راهدبت لينا هاد الخاليط هادا هاد القاتو هادا ركي وجودو بسرعة ما كي ياختش وقت وكيجي الديد كيجي بنين اللي كيعجبو قشور الليمون يعني ديك النكاد الليمون فهاد القاتو هادا ركي جي كتجي في هاد النكادة قشور الليمون حاضرة بقوة كنضيفو هاد قشور الليمون كنزيدو عليهم ملعقة ديال الناشا فالناشا هنا الدور ديلها انها كتشهشش لنا عاد القاتو هادا كنضيفو كدلك الفيرميسيل كحلا يعني شوكولات كحل فيرميسيل وغادي نعاود نخلط هاد العناصر هادو ها لها هاد الشكل نهيب شوية حسن ندخل عاود ثاني هاد العناصر مع العناصر الاخرى اللي كانت سندين مهم نحاول نخلط هاد الشي مزيان فهاد الفيرميسيل هاد رعما كي مكيدوبش يعني وخا كي طيب كي بقى شد هاد شكل ديالو هاكاياها مكيدوبش لنا يعني وصل قاتو سا في غا نخلطه مزيان حتى كنحصلو هاكايا لوحة الخليط غادي نشد الخمارة غا نحاول نقسمها على جوج يعني غا نشوف عيني ميزاني هاكاياها غادي نقسم على جوج وغادي نعزم نص ومن نصف الاخر نحتفظو به احتل فهنا غادي نضيفو الزبدة فما ضفتاش في الاول لان انا وخا نضيفوها في الاول يعني وخا غادي نخلطو بطراب اليدوي ما غاديش الدوب لنا غادي تبقى هاكاياك قصحة لهذا خليت احتل تالي باش نخلطوها مع الطحين بالايدي ديالنا ونحاولو نمعكوها مزيان بالايدي ديالنا باش الدوب اه لهذا انا اخليتها التالي اه غي لاحقاش انا كنت عجبتا متلاجع يعني ما زالاش هتدرسها فالا كانت عندكم يعني اي رخوة يعني با دايبة شي شوية ماشي سائلة دايبة وانا مارطبة ممكن تضيفوها في الاول وتخلطوها مزيان وتحسو بها انها دابت مع ذاك الخاليط فهاكا كما كتشوفو محدي انا عند قنزة في الطحين وانا كان معك مزيان وكان حاول نضغط على دوك الطريفات ديال الزبدة باش يدوبو مع هاد الخاليط هذا مزيان سوفي غادي نستمر هاكا يا ها لها ديال نحو وغادي نزيد نضيف الدقيق كيكتلكم كيميا ما عبرتش يعني بالضبط وانما بتقريبا ما وصلش نصف كيلو ديال دقيق ما وصلش دقيق الفرس الى كان داع الحلويات غي كوي من احسن وإلى كان يعني دقيق الفرس العادي اه زلنا شي مشكل انا فوق ما يعني كان قوضو كالطريفات ديال الزبدة كيدوزو ما بين الاصابع ديالنا كان حاولو نبركوه اليوم وندوبوه مصد هاد العجينة هادي فضروري ما كنديرو هاد العمل به هادي سوفي غادي نستمر هاكا يا ها لها تشكل غادي نزيد نضيف الدقيق وانا قد خلط حتى نحصل على العجينة فيك تلكم قصحة وشت راسها مزيان المهم هاكا هدا هو القوام ديال العجينة اللي بغينا دا هو القوام ديالها تمكنك تشوفورها قصحة شت راسها سوفي دابا غادي ندوزو المرحلة الثانية وهي انا غادي نفرشو واحد البلاستيكة ملتحت وغادي نوضع العجينة ديالنا هنا رقسمتها على جوج آآ وغادي نوضعو كدلك بلاستيكة اخرى فوقها وغادي ندو ونتلقوها بالدلاك على هاتشكل يعني بحال شكل سابق كيكتلكم تقريبا كنخدموها بحال شكل ديال سابلي وكنتلقوها هكا يا هاه فإلى مدرناش البلاستيكة يعني من فوق العجينة فاش كانتلقوها بكتلك كتبقى العجينة تشقق لينا فانتي كتتفرق يفهمل داروري داروري اخسنا نديرو لها البلاستيكة من الفوق يعني ما يليقش انا نديروها مباشرة من هالك لك لانها كتتفرق وكتبحلي كتتفرس لينا فاني كنديرو البلاستيك ستبقى العجينة مجموعة هنا يها السمك ديال العجينة انا ارققته بزاف لهذا غدي نعود نطوي هاد العجينة على هات الشكل وغدي نعود نطلقها بكتلك لان العجينة خصها تكون شي شوية غليظة يعني ماشي رقيقة فهنا فوت فيها يعني هاد التلق يعني تلقتها بزاف غدي نعودها على هات الشكل وعجينا يعني رطبعة ضغية في المادة وهكا تمشي سفي غادي نستمر هكا ياها وغادي نخليها يعني السمك ديالها يكون شوية غليظ ماشي رقيقة سفي غادي ناخده المرشم اللي احنا بغينا واللي هو متوفر عندنا وغادي ده نقطعو على هات الشكل يعني بشكل هادي كنستمرو هكا ياها وكيجينا شكيل ديالنا هكا ياها زوين ورائح ونستمرو على هات الشكل كيجي تلكم ممكن ان يكون نديرو المرشم اللي بغيتو والبلاستيكا راها فاش نديرو من التحس كتعاوننا يعني تباش كنبغيون نهزو الحلوة ديالنا كنبقى منشدو ديك الميكا يعني لكانت الحلوة ما بغاش تازلينا كنشد ناخدو غادي كلميكا كان هزوها كنقلبوها فوق الايدي ديالنا فمن الاحسن نبقوا دائما نستعملو هالطريقة هاديها يعني كتسهل علينا هاد العملية هادي هاكي ها مهم هنتم ما كتشوه سافي سهلة في ساعة يعني كتدوز هذه العملية بسرعة ما كتاخدش وقت نهائيا وغادي نستعمل هكي هاكي ها وما كتشوه ما كتلسقش يعني فوق البلاستيكا ضغية كنهزو القاتو ديالنا وكان وضعو يعني في لاتا ديالفورن وهنايا كنكونو ادرنا الفورن يسخن آآ سافي هنا هادك السافر البيض اللي احتفظنا به هادي نزيدو له شوية ديال القهوة سريعة دوابان وغادي نخلطوها مزيان حسي جنس لينا آآ خليط واحد وغادي ندعنو به هاد القاتو ديالنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصورة المزوين اه يعني بالنكع ديال الليمون كيجيوا افتيين كما كتشوفوا اه انتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هادا يكون لنا الاعجاب ديكم وما تنسوش ديرونا لايك وتبرتجيوه وكذلك الى كانتم الزوار الجدود مرحبا بكم اشتركوا معي في القناة ديالي وشكرا لكم الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله